بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات العزاء أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتدارس معا التفسير العلمي لعدد من الآيات الكونية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى صورة الفرقان ونتوقف في هذه الحلقة المباركة عند الآية رقم 53 من صورة الفرقان والتي جاءت بحقيقة علمية لم يكن لأحد من الخلق إدراك لها أو إلمام بها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراط وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ونحن نعلم أن من سنة الله في الكون أن الأنهار تندفع من مرتفعات الأرض إلى مستوسطها البحر وبذلك تفيض الأنهار إلى البحار والأنهار تحمل ماء عذبا أصله من ماء المطر أو من المياه المخزونة في صخور القشرة الأرضية والماء العذب بطبيعته أقل كثافة من الماء المالح فيتحرك في وسط الماء المالح لمسافة كبيرة يختلط به ولا يمتزج امتزاجا كاملا وهذا من غرائب صفات الماء ذلك المذيب الذي نعرف أنه أهم مذيب على وجه الأرض يلتقي الماء العذب بالماء المالح دون أن يمتزج امتزاجا كاملا وهذه من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق نرى النهر يلتقي بالبحر في دلتة وكل دلتة لها أمامها دلتة مغمورة يعني لا يراها الناس لها جانبان من الطمي ولها مقدمة أيضا من الطمي وهذه الدلتة المغمورة تحجز الماء العذب حجزا شبه كامل عن الماء المالح يعني تجعلهم لا يمتزجان امتزاجا كاملا والماء العذب يطفو يعني تحته ماء مالح يطفو على سطح الماء المالح ويبقى محجوزا ومحجورا بهاتين الجانبين الذينت المغمورة والمقدمة عن الماء المالح فلا يمتزج به امتزاجا كاملا كذلك نعلم أن الماء له خاصية ازدواجية القطبية فضرة الإدروجين تحملان شحنة كهربية موجبة وضرة الإكتجين تحمل شحنة كهربية سالبة ونعلم أن الماء المالح مذاب فيه كثير من العناصر وكثير من المركبات ملح الطعام وغير ذلك إدروجسيد البوتاسيوم كثير من الأملاح وهذه الأملاح تكون آيونات آيونات تحمل شحنات كهربية بعضها سالب وبعضها موجبة فيحدث سياج مال كهرباء حول الماء العذب يفصل هذا الماء العذب عن الماء المالح فصلا شبهة كامل ولذلك نجد أن كل وسط من هذه الأوساط يعني الماء العذب والماء المالح قد يمتزج قليلا عند حواف هذه الدلتة المغمورة فيتكون ماء قليل الملوح سمونه ماء مويلح يعني قليل الملوحة تصغير مالح وهذا الماء الملوح أيضا يعمل كحاجز بين الماء العذب والماء المالح ونرى من طلاقة القدرة الإلهية أن كل وسط من هذه الأوساط الثلاثة الماء العذب والماء قليل الملوحة والماء المالح كل وسط من هذه الأوساط الثلاثة له صفاته الطبيعية والكيميائية الخاصة به وله أنماط الحياة الخاصة التي تعيش فيه وله أنواع الرسوبيات المحددة التي تترسب منها وهذا من طلاقة القدرة الإلهية لأن الله تعالى يريد بإلمه ورحمته أن يهيئ بيئات متعددة لأنماط الحياة المختلفة في هذا الوسط المائي لذلك قال ربنا طوارق وتعالى وهو أحكم القائلين في صورة الفرقان الآية 53 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراط وهو النهر وهذا ملح أجاج وهو البحر وجعل بينه برزخا يعني حاجزا وحجرا محجورا حجرا محجورا بمعنى أن الكائنات الموجودة في الماء العذب إذا خرجت إلى الماء المويلح أو إلى الماء المالح تموت وبالعكس الكائنات التي تحيا في الماء المالح إذا انتقدت إلى الماء المويلح أو إلى الماء العذب تموت لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وهو أحسن القائلين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا قليل جدا من أنماط الحياة جعل لها ربنا تبارك وتعالى القدرة على اختراق هذه الحواجز أما الغالبية العظمى من أنماط الحياة كل نمط يرتبط بالوسط البيئي الذي هيأه له ربنا تبارك وتعالى ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بقوله العزيز وهو الذي مرج البحرين يعني خلط البحرين هذا عذب فراط وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والفراط شديد العذوبة والأجاج شديد الملوحة والمرارة ومن طلاقة القدرة الإلهية أن يلتقي الماء شديد العذوبة بالماء شديد الملوحة أو شديد المرارة يلتقيان فيجعل ربنا تبارك وتعالى من صفاتهما الطبيعية والكيميائية ومن العمليات الجيولوجية المختلفة ما يجعل هذين الماءين منفصلين انفصالا كاملا عن بعضهما البعض بالرغم من التقائهما حتى تتعدد البيئات التي تتناسب مع أنماط الحياة التي تحيا في كل بيئة من هذه البيئات وجاءت هذه الصورة في آيتان أخرين سنعرض لهم إن شاء الله إحداهما تتكلم عن التقاء الماء العذب بالماء المالح والأخرى تتكلم عن الماء المالح والماء المالح والعلم مؤخرا جدا بعد تصوير أسطح المحيطات بالأقمار الصناعية ثبت للعلماء بأن كتل الماء هذا المذيب الذي لا يدنيه مذيب آخر على وجه الأرض أن كتل الماء تلتقي في البحر الواحي تتجاور ولا تختلط اختلاطا كاملا لا تنتزج انتزاجا كاملا والماء في البحر يتمايز أفقيا إلى كتل متجاورة كما يتمايز رأسيا إلى طبقات يعني يعلو بعضها بعضا حتى تتعدد البيئات تعددا هائلا لمختلف أنماط الحياة التي تعيش في تلك البحار وهل هناك رحمة وهل هناك قدرة وهل هناك إبداع في الخلق يعني أعظم ولا أبضح ولا أجل من ذلك ومن هنا نرى في هذه الآية الكريمة لرقم 53 من سورة الفرقان ومضى من عمضات الإجازة العلمي في كتاب الله لم يدركها الإنسان إلا في القرن العشرين أو في أواخر القرن العشرين ولذلك نقول أن هذه الآية وحدها تكفي للشهادة لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خارق السماء والأرض وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة